اليوم في 3 دقائق أفرجيكم كيف تعملوا زيت جوز الهند وحليب من جوز الهند وخبز من جوز الهند اللي هو الدقيق نحاوله لخبز طريقة كتير سهلة وبسيطة في 3 دقائق أفرجيكم كل شيء بنوضع ماء ساخن وبنوضع جوز الهند بحيث أن الخلاط يقدر يقوم حسب قوة الخلاط لا يوجد كمية محدودة لا الماء ولا جوز الهند يعني الماء يكون زيادة لا يؤثر طبعا الفوطة لازم نغليها بماء ساخن وممنوع نوضعها في الغسالة أو مع مصحوق غسيل نحن نعصر جوز الهند نعمل الكمية كلها وإذا كان ساخن نتركه دقائق حتى يبرد كما تروني نحن نعصر جوز الهند كما تروني من الماء نقوم بحيث عن الماء ونقوم بحيث عن المطبخ ونقوم بحيث عن الماء يوم أو يومين في المطبخ نضع على الماء يوم كامل اربعة وعشرين ساعة عشان يفصل الحليب عن الزيت. هيك فصل الحليب عن الزيت باستخدم الزيت. ازا انتو بتكو الحليب دسم استخدمو مصفى ثقوب كبير. وازا انتو بتكو الحليب غير دسم ترفع الدسم كله استخدمو مصفى ثقوب صغير. هيك طلعنا الزيت لوحده والحليب لوحده. الحليب يفضل في القاع الوعاء. نوضع على حرارة متوسطة او قل من متوسطة حرارة قل من متوسطة نتركه مع نفسه حتى يسير حتى تنزل كل الشوائب تحد متل من انتم شايفين. وبصفى جوز لهن بنصفي. نتركه يبرد وبعدها بنوضعه بالتلاجة. وازا انتو بتكو اياه السائل ارفعوه حطوه في حرارة المطبخ. الزيت ممكن احنا نستخدمه للقليه. وللوصفات الكيتو دايت ممكن نستخدمه للشعر وممكن نستخدمه للبشرة. بنعمل الحليب. الحليب بنعمل منه كابتشينو نوضع حليب ونوضع كاكاوه خام ونوضع سكر السيفيا بديل السكر السيفيا اي نوع. ممكن نوضع فواكه معه الحليب. بنعمل اي شيء من حليب للكيتو ضايت ولو مرضى السكر. هذا الجزء للهند بعد ما نشاهد بعد يوم او يومين. وهذا الكوب اللي انا استخدمته ممكن انا استخدم الكوب هذا. اي كوب توفر عنكم. واحد كوب. واثنين بيضة. عشان نعمل الخبز. وبنوضع رشة مرح. وتوابل هي اختيارة انواع التوابل. متل ما انتم شايفينها كتبها على الشاشة هي اختيارة. المكون الرئيسي هو كوب جوز الهند. واثنين بيضة. بنوضع المقلة على حرارة متوسطة. والوقت تقريبا بياخد تلات دقائق. بياخد وقت. بنشكل احنا الشكل احنا عاوزين ومربع ندور مثل ما انتم حابين. انا عملته مثل التوست. مربع. وهيك اصبح جاهز. ممكن نقلب على الوجه الثاني ازاي حابين تقلبوه على الوجه الثاني. وصحة والف عافية. وفي امان الله. ازلونا بوصة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة. موسيقى